فلوس مبارك فلوس مبارك هل كان محبا للطرف غاوي الفقفخة ولا كان لا يملئ لهذا زي عبد الناصر مسلا يعني انا مش هحطه في مجال تقشف جمال عبد الناصر يعني جمال عبد الناصر كان ظاهرة استثنائية كان ظاهرة استثنائية استثنائية انا ما عايز اقول لحضرتك ما يلي يعني انا شفت حسن مبارك عديد من مرفض لم يكن فيزيو او الجرفط اللي لبسها او الجذب اللي لبسها ايه كلام اتالي مبارك شيء يعني مثير لله بيلبس حلو زي الاخرين بل كان عنده قميص مخطط ابيض وسود كان لبسه اكثر من مرة او ربما عنده اكثر من من قميص بي احمل نفس الشكل انا رحت بيته بيته بس مش لمقابلته وانا وزير شباب كنت انا عضو اللجنة بتاعت القراءة للجميع الى اخر فالاستاذ فروح حسني وانا واحد او اتنين اخرين روحنا لقابل السيدة السيدة مبارك في الاصل الجمهوري لا بيته الخاص اللي في مصر الجديدة اللي في مصر الجديدة اللي هو كان ورا البنزينة اللي قدام دار القوات الجوية بيته عادي جدا يعني قعدنا في يعني زي صالة صالة عليها طبزة اكل قعدنا عليها وفيه زي تسريحة بمراية حاجة يعني يعني عايز اقول في الاف المصريين بيتهم زيها او احسن منها يعني ما عنديشي اا يعني دول الدلالتين اللي عندي في يقينك الرجل ده هرب فلوس برا مصر الحجة على من ادعى اللي بيقول ده يقول لنا فيه بس شكتر من كثير